تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأستاذة اللغة الفرنسية ريمان عنان والتي تتلقى العلاج في أسبانيا بعد الحروق البليغة والتي تعرضت لها على يد صديقها السادق والذي حاول إشعال النار فيها حين توجهت إلى مقر عملها وتعود الأسبب إلى فضه للزواج به ليتم القبض عليه وتسليمه للشرطة اشتركوا في القناة